في غزة من لم يمت بالقصف ما تجوعا حتى من عثر على الطعام وجده منتهي الصلاحية حتى كاد أن يفتك بآكله تسمما تتنوع أشكال الموت في غزة فسوء التغذية قد نهش أجساد الأطفال في شمال القطع فيما بلغ عدد المتوفين نتيجة ذلك أربعة أطفال في أسبوع واحد فقط بالإضافة إلى أكثر من 250 طفلا يعانون من نفس العلامات وفي شمال غزة أيضا سجلت وزارة الصحة الفلسطينية عشرات الحالات من التسمم بين النازحين في إحدى مدارس الإيواء في بيت لاهيا نتيجة تناولهم أطعمة معلبة وصلت إليهم في قوافل المساعدة بعد طول انتظار وتعود المجاعة إلى شمال غزة مجددا لكنها قد تكون فتاكة أكثر من سابقتها في ظل التشديدات الإسرائيلية على إدخال المساعدات واستهداف المؤسسات الدولية والطواقم العاملة في إغاثة النازحين من جهته اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسرائيل بالمسؤولية عن حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها أخيرا بسبب إغلاق معبر رفح وتقييد دخول المساعدات والسلع الغذائية شمالي القطع وبين الجوع وسوء التغذية وانتهاء الصلاحية يموت أهالي غزة وهم على قيد الحياة في بحثهم عن لقمة العيش وشربة الماء وجرعة الدواء لا مشكلة لدى العالم في أن تستمر المعاناة في قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر لطالما أن مستويات القتل لم تصل إلى الخطوط الحمراء التي لا يعرف حدها في ظل وصول عدد الشهداء في غزة إلى ما يقارب أربعين ألف شهيد نصفهم من الأطفال واللساة واللساة